في شأن آخر تم صباح اليوم التوقيع على اتفاقية بين البلاد ودولة النجر تهدف الاتفاقية إلى وضع نقطة جمهوركية مشتركة على الطريق البر الذي يربط البلدين وقع على الجانب الشادي وزير البنية التحتية ومن الجانب النجري وزير المعدات تقرير محمد طهر صالح حسين الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الشاد والنجر ممثلة في وزيراء البلدين آدم يونسيمي وزير البنية التحتية وفك العزلة والطيران المدني ونظيره النجري كادي عبدالله وزير المعدات تدخل في إطار الشراكة وفك العزلة بين البلدين عبر الطريق الصحراوي الساحلي لتأمين الطريق عبر وحدة سيطرة تفتيج مشتركة بين البلدين تضم الجمارك وتسهيلات عبور مواطني البلدين بهدف تسهيل الإجراءات اللازمة والتبادل التجاري والأمني عبر حدود البلدين المكتب الآن أسسنا عن خبراء نيجر والشاد ما شو كان في الميدان هناك وشافوا الهدود حدنا في الهدود نيجر والشاد مكتب لمراغبة للشرطة والدرك والجمارك كل يخدموا في محل واحد لتحنقوا إضافة ليس لطريقة نيجر والحوال على المدينة لتحنقوا إبداع نيجر والأمني تحضر رؤيتنا سببنا هذا كل ما شو كان طريق وما شربنا لن يجعل السكان والنترسة فقط فكذب الوحد يكون في مدينة فكل ما لهم ي شخص يجبون في الهدود لن تحنقوا في المدينة ون يضغط في الهدود اللقاء ضم العديد من فني البلدين بهدف تفعيل هذا الدور الحيوي والذي يدخل حيز التنفيذ منذ توقيع الاتفاقية عليه بحيث يسمح لكل الطرفين الإسراع في إيجاد آلية ديناميكية عبر وحدة السيطرة المشتركة ومراقبة عبور الطريق كما أنه يضأ حدا للحمولة الزائدة عبر الشاحنات التي تمر عبر هذا الطريق والحفاظ عليه لفترة طويلة ودعا الوزيران الفنية البلدين العمل جنبا إلى جنب كي يرى المشروع النورة في أقرب وقت ممكن لصالح البلدين والشعبين أطلق صباح اليوم المدير العام لوزارة المالية ممثلا لوزير المالية أطلق أعمال الورشة الإقليمية حول الميزانية العامة لدول الآضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية والنقضية السماك تقرير إزاد دين الأمين نصر تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية والنقضية لدول أفريقيا المركزية المتعلق بتحسين وتطوير الإدارة المالية داخل المجموعة حيث أقر المجلس في جلسته التي عقدت في ديسمبر من العام 2011 إذ تم فيها آنذاك تعديل إطار قانون المالية والمحاسبة والنماذج العامة المعمول بها سابقا وترسيخا لهذا فقد افتتحت ورشة إقليمية من المقام الأول للعاملين في المالية العامة للدول الأعضاء في مجموعة السماك لغرض مراجعة ما تم إقراره من تعديل في الإطار العام للمالية ومدى تنفيذ الإصلاحات المعدلة في الدول الأعضاء وفي مستهل فعاليات الورشة قال المفوض المسؤول عن السياسات الاقتصادية والمالية كليمان بيلي بنجا إن هذه الورشة الإقليمية هي ثمرة جهود رؤساء المجموعة وأنه إذا تم تطبيق الخطط المرسومة لهذه الورشة بشكل مطلوب ستعزز من مساعي الحكومات في التخلص من الأزمة الخانقة أما سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد ديليزا هيلينا فقد أبدت عجابها بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الحكومة الشادية مع شركائها الدوليين بما فيهم الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأزمة الاقتصادية واستطردت بأن الاتحاد الأوروبي بخبراته الطويلة سيعمل بلا شك رفقة الحكومة لتخطي الأزمة المدير العام لوزارة المالية والميزانية خلال افتتاحه لأعمال الورشة رحب بلفود المشاركة ونشدهم بضررة العمل الجات حتى يتثنى لهم الخلاصة بنتائج من شأنها الإسهام في تغيير الوضع الذي تعيشه دول السماك عموما وشات على وجه الخصوص والنأي باقتصادها الذي يشهد ترديا بفعل تقلبات كثيرة أبرزها هبوط السعر البترول ونشهد من ناحية أخرى الاتحاد الأوروبي بمساعدة شات من خلال خبراته هذا وتستمر الورشة الإقليمية هذه حتى السابع عشر من شهر يناير الجاري نظمة صباح اليوم المفوضية سامية لشؤون اللاجئين ورشة حول الاستشعار عن بعد لدعمه وتجديد النظم الإيكولوجية في منطقة الساحل بالتنصيق مع وزارة البيئة والمياه والصيد تقرير أدم حسن المكاوي دراسة البيئة الاجتماعية التي تربط الجماعات والأفراد والبيئة التي يشغلونها هو الغرض من ورشة العمل هذه حول الاستشعار عن بعد لدعم وتجديد النظم الإيكولوجية لمنطقة الساحل واستكشافها المتكامل في شرق الشد بتنسيق ثلاثي لكل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون السويسري ووزارة البيئة والمياه والصيد وأن هذه الورشة ستعزز قدرة الفنيين على الرصد المنتظم والتحليل لتحركات الكتل البشرية ومنها اللاجئين وسكان المنطقة وكذا الاستشعار المبكر للكوارث وغيرها مدير منظمة التعاون السويسري ويلي جراف في كلمته خلال حفل افتتاح الورشة أفاد بأن مناسبة اليوم هي ثمرة للدراسة التي قامت بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع منظمة التعاون السويسري بهدف التقلب على الأزمات والصرعات والكوارث التي تستهدف الإدارة المستدامة أما ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أمبومبا بيلي أشار إلى أن المفوضية تساعد أكثر من 320 ألف شخص يعيشون في بيئة هشة بشرق شادة وللتخفيف من هذا الأثر يجب المساعدة الأمين العام لوزارة البيئة والصيد والمياه كيمتو أوليفي في خطابه قال بأن هذه الورشة لها أهمية قصوى لأنها تعمل على تعزيز ودعم رصد وتقييم العمل على أرض الواقع عبر رفع كفاءة وقدرات مختلف المشاركين مؤكدا بأن الورشة ستسهم أيضا في تحقيق أهداف الحفاظ على النظم الإيقولوجية لا سيما في هذا الوقت الذي تضاعف فيه السلطات الجهود لحماية الأثار السلبية لتغير المناخ وستستمر هذه الورشة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري عقد رئيس تحالف الأصالة للمنظمات الشبابية الدكتور حسين مسار حسين عقد اجتماعا مدينة صار مع الشيوخ التقليدين لتوعيتهم حول أهمية التعيش السلمي وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة تقير رماد جبرينجيني بما أن عمليات التعيش السلمي تعتبر من الأولويات التي تبناها الرئيس الوطني لتحالف الأصالة للمنظمات المدنية من أجل البناء الدكتور حسين مسار ولذلك أقد لقاعا مطولا مع الشيوخ التقليدين بمدينة صار حاضرة إقليم الشهر الأوسط الاجتماع مع ممثلي القائدة الشعبية يعتبر له دلالات وعفاق واسئة يتطلع إليها الرئيس الوطني لتحالف الأصالة إلى خلق أرضية مشتركة تسهم في عملية ترقية مستوى الحوار الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد وفي هذا الشعن أعرب عدد من ممثلي الشيوخ التقليدين والذين وصفوا هذا اللقاء التفاكري بالعمال الرائية كما أشادوا بالدور الفعال لرئيس الأصالة نحن نطلب منك وجميع الإدارة بأن ترقونا بعين الرحمة وبأن تمد أيديكم لنا وبأن ترافقونا وتساعدونا في عالمنا الآن منتهية التعليم من ناهيته أيضا قال الاستمال لمسلح هذه القضايا تستدع من الجيحات المعنية بالنظر إليها للحفاظ إلى وهدة البلاد وأمنها وشادي ما للجميع أي أرض تسكن فوقها معاناة بلدك والشيء المهم الناس يعيشوا في سلام ده ده شيء مهم لأن بدون سلام ما في شيء يتحقق ما في سلام ده ما في تعليم ما في صحة ما في جلسات اهتزافة فعنحنا الرسالة قاد نحملها يعني حتى في مؤسساتنا العصالة وحتى على مستوى الدولة وحتى دي رسالة الرئيس الجمهورية أيضا أن يكون القبائل دائما تعيش بسلام علمان أن مثل هذه الجولات التي يقوم بها الرئيس الوطني لتحالف العصالة سوف تتتابع لبلوغ الأهداف المرتقبة نظمت الدائرة الثامنة صباح اليوم دورة تدريبية لصالح الشباب حول الحد من ظاهرة البطالة في وسط الشباب نظمت الدورة بتنويل مالي من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل تقرير أدم حنفي فوضى الله تطبيقا لنداء رئيس الجمهورية إتريس دابي إتنو حول تكوين الشباب في جميع الحرف الخدمية نظمت الدائرة الثامنة هذه الدورة لصالح الشباب وذلك بتنسيق ودعم من الهيئة الوطنية للتدريب المهني ونابي بهدف الحد من ظاهرة البطالة المتفشية في وسط الشباب الشباب أندي مشهادات وما أندي أمل اليوم الأبهات والأمهات كلهم في كريتهم بشوفوا إيالي مدقوروا وأندي مشهادات وقاعدين ساكدوا ألم مرلوم عشان الشباب كانت قرأ بشي المسؤوليته مسؤوليته الوالدين ومسؤوليته الآخر كله واليوم الأنابيده ما قسرت بجهة الحكومة أي ما وقت واقفه في وراء الشباب زي ما قال رئيسنا يعني قائد تجور واقف للشباب بسائدهم عشان يعطوك ليلغى أمل ينفى نفسه المدير العامل الهيئة الوطنية للتدريب المهني محمد نصر عبدالله قال إن الهدف من تدريب هؤلاء الشباب هو تكوينهم من أجل مشاركة فاعلة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويشار إلى أن هؤلاء الشباب يصل عددهم أكثر من ستين شابا وشابة وسيستمر تدريبهم حتى ثمانية أيام من الشهر الجاري نظمت مساء أمس جمعية الحفاظ على التقاليد والثقافات يوما تفاكريا حول الوحدة الدورة الثالثة جرت المناسبة بحارة وليا تقرير عيشية أحمد دوكي العادات والتقاليد هي التي تميذ كل قبيل عن الأخرى بتنوح التقافي وإرثها المتوارث عن الأجداد وللحفاظ عليها خصصت جمعية باميني يوم الوحدة والتآخي في دورته الثالثة والتي جاءت بهدف توعية أبناء ميقامي بإقليم قراء وذلك للحفاظ على لغتهم التي تعتبر رمزا لوحدتهم وتضامنهم مداخلات مختلفة قدمت من قبل أعضاء جمعية باميني رمضان شورومة وعمر حامد وفطوم كوكو جميعهم طلبوا من الشباب أن يكونوا قدوة بالأخلاق الطيبة والاحترام المتبادل فيما بينهم ممثل قبيلة ميقامي علي إسمائيل عشاد بهذه البادرة التي تزيد من تضامنهم طالبا في الوقت نفسه من جميع الحضور بزن المزيد من الجهد للحفاظ على عادات وتقاليد القبيلة شهدت الدائرة الخامسة مصابقة في الرياضة المصارعة التقليدية مشاركة ثلاثة فرق يمثلون الحارات الثلاثة بالدائرة الخامسة المناسبة حضرها ممثل الفيدرالية الوطنية للمصارعة تقرير محمد السليك وقراءة مونة حسن سكاية ضمن النشاطات المختلفة التي تنظمها بلدية الدائرة الخامسة سنويا من أجل ترقية السكان الدائرة وزيادة وعيهم خصوصا الثخافي والرياضي وفي هذا الإطار فقد نظمت البلدية مع بداية العام الجديد ثمانية عشر وعلفين فعالية للرياضة المصارعة التقليدية بين فرق المصارعة من مختلف أحياء الدائرة وقبيلة انتلاقة المصارعة قدمت رئيسة اللجنة المنظمة لحازه الرياضة السيدة حوى إيسى بركة حيث رحبت بالحضور وعددت المزايا والأهداف من إقامة هكذا نشاطة كما تداقل بعدها كل من ممثل المندوبية العامة لدى بلدية جمينة وممثل الفيدرالية الوطنية للمصارعة الحرة بابا أحمد بابا بكلمات مختصرة أشادوا فيهما بمبادرة بلدية الدائرة الخامسة التي من شأنها نشر روح المحبة والأخوة والتلاحم بين المواطنين أما عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالي موسى تحدث عن الهدف من هذه المسابقة أقبى ذلك انتلقت المصارعة التي جمعت كل من حارة أمر جيبا والردينة وسنفيل وكل فريق يتكون من ستة مصارع وبعد المصارعة الساخنة بين الفرق تمكن فريق ردينة من التفوق على منافسه وحصل على الكأس وظرف المالي سلم لهم عمدة الدائرة الخامسة محمد صالي موسى نهاية النشرة دمتم في أمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة